أول حاجة هسأل وزارة الزراعة عندها منافذ في كل حتة بكتور آه تقريبا الحمد لله الأول سمح لأشكر حضراتكم كل سنة وحضراتك طيب كل سنة وشعب مصر طبعا احنا عندنا الفترة الأخيرة شهدت الدولة المصرية طفرة حقية في مجال كل المجالات لكن مجال الزراعة وتوفير الأمن لغزائي المواطن المصري شهد طفرة كبيرة جدا وشفنا حجم الإتاحة اللي أصبحت موجودة في الأسواق إتاحة حجمها كبيرة دلوقتي احنا بنشتغل فيه فترة الفترة دي فترة طلب زيادة على المنتج عشان رمضان صيام الكبير دخول ان شاء الله بعدها بعد رمضان هيبقى العيد للفتر ثم عندنا كمان شام النسيم وعندنا أعياد الإخوة المسيحين فالفترة دي فترة شراء كبير جدا واستهلاك كبير جدا من المواطن فاحنا عايزين ننقل إتاحة للدولة أصبحت موجودة فيها للمواطن ونربط بشكل مباشر بين المواطن وبين الأماكن الإنتاج أو أماكن البيع بشكل سريع عشان نقلل من الحلقات الوسيطة حقا في تنسيق مع وزورة التموين والتجارات الداخلية مع كل المنافذ التابعة للدولة المصرية أمان ووطنية كل سلاسل المنافذ الموجودة بحيث يبقى فيه إتاحة موجودة ونعرض المتاح في مصر للمواطن المصري عملنا مبادرة اسمه مبادرة خير مزرعن الأهلين لأن حياة كل ده من خير مصر ورايح لشعب مصر خير مزرعن الأهلين وبدأنا نطرح للمواطنين كل المنتجات وكل السلع بأسعار لحق أسعار منافسة جدا وده هدفنا منه أن نساعد مع وزورة التموين وبالنسبة مع وزورة التموين بنحدث استقرار في الأسعار عملنا 171 منفذ سابت في كل أنحاء الجمهورية عملنا سلسلة منافذ متنقلة وعملنا قافلة اللي هي خير مزرعن الأهلين تقريبا موجودة في كل يوم في عربيتين موجودين في كل محافظة يتحركوا تحت أمر الإدارة المحلية علشان يتواجدوا في المناطق اللي فعلا محتاجة يعني يتواجدوا في أي حتة يعني أصلا ممكن يتواجدوا في المراكز بس بيروحوا يتواجدوا في القرى بيروحوا يتواجدوا في التوابع عزب نجوع كفور طبعا هما بيتحركوا في المناطق وفقا لتوجه بقى الإدارة المحلية هما اللي بيوجهوهم لكن احنا عاملين دي متنقلة عشان تروح للمناطق قلة ما بتقدرش توصل لها المنافذ السبتة المراكز والمدن بيبقى موجود فيها كميات من المراكز السبتة كميات كبيرة سوى وزارة الزراعة او وزارة التموين او امان او وطنية او تحيا مصر او مجموعات سلاسل منافذ كتيرة اللي بتنفذها الدول المصري او حتى المبادرات يعني بيبقى فيه جزء كبير جدا من القطاع الخاص او من المنافذ التابعة للقطاع الخاص بتقوم بتطبيق المبادرات زي كلنا واحد مثلا اهلا رمضان بالزبط فكل ده يعني موجود